أهلا بكم مستمعينا أكيد مستمعينا جميعنا نواجه في حياتنا مشاكل أسرية زوجية عاطفية اجتماعية أو غيرها ونبحث عن الحل نحتار في كثير من الأوقات ونحتاج إلى المساعدة لذلك هذه الفقرة في صباح الأسرة نخصصها كل يوم جمعة للطرح هذه الأسئلة والإجابة عليها رفقة سيدة نجة جددي مختصة ومعالجة نفسنية للكبار والصغار فمرحبا بكم معنا ومرحبا بك من جديد سيدة نجة جددي صباح الخير أختائدة وتحية طيبة لمستمعين الكرام أولا شكرا من القلب على تخصيص هذا الوقت لمتتابعي برامج ميديان وبالضفط أو فيه برنامج صباح الأسرة وسؤالنا اليوم سيدة نجات يتعلق بمصارحة الأطفال بمرضهم وذلك تزامنا مع اليوم العالمي لسرطان الأطفال فأكيد أصعب المواقف التي يمكن أن يتعرض لها الآل خصوصا الأم والأب هي معرفة خبر إصابة طفلهما بمرض السرطان فطبعا هذا أمر صعب جدا وصدمة كبيرة لكن يمكن التغلب عليها والمهم في الأمر كذلك المحافظة على نفسية الطفل لذلك سؤال اليوم يقول هل أصارح الطفل بمرضه وكيف أدعمه لكي يمر من هذه الأزمة الصحية نعم أول حاجة تحية للقاء الأسرة للأطفال لهم وكيعانيوا من مرض السرطان في المغرب وفي العالم عموما المرض السرطان هو واحد المرض اللي مشي سهل أكيد معاناة كتعيشها الأسرة وكيعيشها الطفل أولا ولكن أيضا الأسرة كتكون كتعاني مع هذا الطفل هذا السؤال الي هو أساسي في الحقيقة اللي كتتحطو فيه الوالدين اللي كيتصاب لإبن جيلهم بسرطان هو واش أنني نخبر الولد جالي أنه عنده هذا المرض هذا أو لا نبدأ معه العلاج وهو يعني معرف شنو عنده كيخذو عليه الأمر نعم نعم هذا موقف صراحة لا يحسدون عليه ولكن ضروري أن الطفل أنه يخبر بطبيعة جال مرض جاله سواء كانت السن جاله صغيرة أو كانت السن جاله كبيرة يعني ممكن أنه تكون عامين أو ثلاث سنين ليس غادي فهم شي ولكن وخاها هيداك أخصي تقرب له الصورة يعني بوحد صورة رمزية بطريقة أو بأخرى ضروري أنك تقول له مثلا إذا كان الطفل صغير بأنه كان وحد بأنه بغيت نقول لك وحد الحاجة ها كيفاش رح أنت ولدي عندك وحد المرض هذا المرض هذا رح بحل وحد الوحش اللي خصنا نغلبوه اللي خصنا نتسانده مع بعضيتنا وننتصر عليه ورحنا هي غادي ننتصر عليه إن شاء الله طبعا إذا كان هذا الطفل صغير يعني بطريقة رمزية يعني أنا تبلغ له لأن الطفل غادي يجبرسه محطوط في مواقف لي هو ما فهمش لش كي يعاني ديك شي وأطفال آخرين يعني كي يمضيوا الحياة ديالهم أو يعني المعيش اليوم ديالهم بكل سهولة هنايا إلا كان طبعا طفل صغير إلا كان الطفل كبير فهنايا أيضا المساندة والتصريح طبعا بالمرض هنا هي ممكن أنه تنات تناويه إلا كان الطفل كبير تقلسيناويه شغان تغنيت بغي أكزامبل وتعملوا أبحاث على المرض تقولوا فولا إحنا نفتشوا مثلا نشوفوا هاد المرض شنو هو نشوفوا الأعراض دياله والديها شنو فيها شنو فيها شنو فيها شنو فيها شنو فيها شنو فيه هاد الملادية كيف حالي قلت يا أحد المعاناة اللي كتعيشها الأزرقامنا وللأسف كتغلب دائما العاطفة وكيحاولوا أنهم مكتموا الأرض لأنه مرتبط بالوافاة مرتبط بالوافاة يعني سرطان طبعا كي تتعالج كيف حاجة لكي هذا اللي فيهون بغي سنتاج كبير لأن ده بتحجي مبغد كتتخبع أي واحد كيدخل لأنت أغلق كيف تشراه كيعرف كل شيء وكيف يفهم يعني راسة توازن تلكيلي فهنا يا أنا نيجرس مثلا أنا والديين هدروا على المالدي شنو فيها شنو فيها وحنا يا راحنا معاك يعني مش غير نقول هالو ولكن يحس بيها نقول أنا دايما معاه في جنبه كان نشبر له في الدو كان درعه كان هذا أنا والأسرة كاملين بينا الناس اللي يكونوا سلبيين اللي ما يقدروا شيء أنهم يعني يتقبلوا أو يعرفوا كيف تعايشوا مع هاد الأزمة في هاد الوقت هذا ما عندنا من عملوا بيهم يكونوا معنا غير ناس لي إيجابيين اللي غيرتون الأمال اللي غيرتون يعني اللي كيقولون ولدنا بأن فولا رك غادي تربح رك غادي تتشافي إن شاء الله بإذن الله وغا تنتصر المرأة دنا وإحنا يا دائما معك فهنا يا تهدر هي ويا بكل سهولة وتكون يعني بالعكس تكون حضرة معه الأم دياله والأب دياله يكونوا في الوقت يديان ديما يعني تكون طبعا الأم والأب ديما مطلوبة أنهم يكونوا حضرين ولكن في حد المرحلة أو في حال هذه يكون الحضور أكثر هنا كيكونوا لبويزمان على الصعيد النفسي بالنسبة للباغان لأن هنا كيكون عندك وحد الطفل كتكون كتربيه كيكون هو الآمل ديالك يعني كيكون عندك فيه وحد الطموح أن تشوفوا كيف ما كتمنى تشوفوا وحد صورة معينة وكتفاجأ بأنك يكون طبعا هنا وحد المرض اللي هنا كتقول يعني كيفاش علاش بني علاش هذا أول حاجة الحمد لله يعني قبل من كل شي يعني إحنا مسلمين وكان أعرفه نعم وكان أمنه طبعا بالقضاء والقدر فهنا يعني إنسان كخصو يتقبل قضاء دياله ويتقبل قدر دياله ويهزم المرض يعني هذا وحد في حال وحد التحدي يعني أنا هذا المرض هذا فعلا عنده أعراض عنده هذا عنده هذا ولكن أنا كخصي نعمل المجهود ديالي أنا نمشي للسيانس ديالي من اللي نجي تفهم بأن هذه الطفل راح عنده وحد المعاناة معينة أبخي يكون الوقت اللي غادي هدا اللي غادي نكون أنا معا ولدي أو لليا يكون هو في الدار أو لليا نكون أنا معا في لوبيتال أو لسوكسس وفين نهضر معاه نتحك معاه نعود له يحس بك الطاقة بأن أنا فرحاني نمشي أنا بني مثلا عنده وحد المعاناة نحطمه فكي يكون واحد الجو سلبي قدمه كانت الإيجابية منتشرة قدمه حتى على راح تنفسي بضط فهنا اللي ممكن يتمل في هاد لحظة يعني في هاد المواقف هو المساندة والدعم ولسوتيان يعني بسي شي هاد شي الممكن نحاولو نوصلو للطفل المعلومة على المرض شوية بشوية يعني بسرطة أنا أكيد إذا كان هناك علاج عاي يكون تساقط شار يعني نخبره قبل بأن ربما غير هذه أنه ضروري أنه يعرف لما لدي ديالو شنو فيها ضروري باش ما تكون شي صدمة على صدمة يعني أنه بتيكون فاهم ويكون احنا نعملو هكذا صراحة كنشوف أنا في يعني الناس على برا الأجانب كي يعملوا واحد المساندة نفسية بواحد طريقة جميلة يعني كتجبر مثلا التفل شارو كيت تحت الوالدين ديالو بيقصوا أو كيحلقوا فكيحسوا يا ديك التفل كيحس بأن فوالا أنا جسوي كل كان كيكون تقوغ هاد لا فاعمي أنا عزيز عليها دورة هما حسين بيا وكي عاونوني وكي دعموني فهد شي اللي يخصو لكم وأكيد دا كانوا الإخوان ديالو خصمتها وما يتخبروا بالمرض طبعا أكيد 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 يعني هاد شوف هاد المرحلة هي مرحلة ديالاختبار ديالتجربة اللي كان نختبروا فيها ويعني ديك الدعم وديك القوة والمساندة الأسرية يعني كخصتنا كونوا كامنين يدوا واحدة كانوا الإخوة الإخوة الأخوة الوليدين كانت الجدة أو لمعانا فاحنا كامنين كخصي يكون البخانس ديالنا هو داك الانفان يعني هو الباطل ديالنا هو نعطيه هادك الطاقة الإيجابية وقولوا لورك غادي تشافة نعمل له الخاتر ديالو باش ماشي تكون معاناة ومعاناة أخرى لا وماشي الولد يجي وانا كنشو صراحة مجموعة ديالحالة شوفتم كيش يقول لك أولا كيجوا عن الأهل والأحباب كيطلوا عليه وكيبقى يقولوا له ويه والمارد وده بغي يوقع لكو مسكين نعم اي فيزي دي اي فيزي دي اي فيزي دي لا دخل تهدر معادي كأنا ماكين والو شي تقولوا اي باش عركي تحوده باش نو هدي تعمل وشامت يعني هاد النوعية طبعا طريقة عادية مع التفل المصاب ونحاولوا أننا نشجعوه ونخرجوه ويعمل ديزاكتيفي فيه كتاديان إذا كانت قراءة يمشي المدرسة دي يعني يكون لحسب الحالة الصحية دي طبعا أكيد معلومات ستكون مفيدة أكيد للوالدين كشكرك جزيلا شكرا سيدة نجات جزددي المختصة في المعالجة النفسانية للكبار والصغار وأكيد سؤال آخر في الأسبوع القادم ينتظر الجواب إن شاء الله دائما في الأسبوع القادم إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة